موسيقى أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي أهلاً بيكم مع حلقة جديدة من حلقات مادة الماثيماتيكس تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم حلقة اللي فاتت تكلمنا عن الـ Direct Variation وعرفنا الأشكال بتاعته المختلفة الفونز بتاعته y equal kx لو كان عندي two variables هما y والx y1 over y2 equal x1 over x2 دي بستخدمها لما بيكون في عندي three values وعايز أجيب الفاليو الرابعة وأخذنا شوية examples كان فيها بعض الأجزاء related لحاجات درسناها في السنين اللي فاتت وعملنا عليها revision تعالوا نكمل الكلام بتاعنا عن الـ Direct Variation ونشوف أسئلة يكون فيها شوية حاجات برضو related للسنين اللي فاتت تشوف معاه الإجزامبل ده كده يقول لك if y equal a plus b تمام where a is a constant constant يعني value ما فيهاش تغيير يعني five seven negative two whatever وقال معلومة كمان بيقول ان الـ b varies directly with x يعني معنى كده ان فيه variation أو direct variation بين الـ b وvariable الثالث اللي هو x اللي قدامي دلوقتي طيب وداني معنى بيقول لي ان الـ y equal seven لما كانت الـ x equal two ده situation one and y equal sixteen when x equal five ده situation two find the relation between x and y and then find the value of x when y equal 12 طيب تعالوا نحلل السؤال كده ده مع بعض هو عاوز relation ما بين y وx بس للأسف اللي هو من دونيه في الأول خالص ان y equal a plus b doesn't including x طب اجيب الـ x دي ازاي هو قال معلومة قال ان y equal a plus b الـ a constant will be varies مع الـ x it mean that اني ممكن اريبليس الـ b بحط مكانها kx يبقى لما بي فارز مع x يبقى b equal kx نبلغ b equal kx في الفورم اللي هو من الدهالي y equal a plus b هتبقى y equal a plus kx طيب انا دلوقتي علشان اجيب الـ value دي او الـ relation بتاعة الـ x وال-y لازم يكون في عندي الـ constant اللي هما الـ a وال-k انا محتاج ايه دلوقتي a و-k طيب خلي دايما في دماغك لما يكون في عندك اتنين unknowns انت محتاج two equations عشان تجيب الـ two unknowns دول لو عندك النون واحد محتاج equation واحد ولو عندك ثلاثة unknowns يبقى انت محتاج ثلاثة equation طيب انا محتاج كم حاجة اجيبها الـ a وال-k يعني محتاج اتنين equations طب اجيب الـ اتنين equations دول من اين من situation 1 بتاع الـ x وال-y و situation 2 برضو بتاع الـ x وال-y طيب for example y equal 7 و x equal 2 ده situation 1 plug in them فين for y equal a plus kx يعني ايه حشيل الـ y وحط ما كانها 7 وشيل الـ x وحط ما كانها 2 الاكويتون بتاعتي هتبقى عاملة ازاي دلوقتي هيبقى 7 equal a plus 2k طب انا للأسف انا ما قدرش احل الاكويتون دي لان هي including اتنين variables طيب اعمل ايه طب حنسمي الاكويتون دي 1 ونشوف situation 2 هتوصلني الـ a situation 2 بتقول ايه بقى ان y equal 16 لما كانت x equal 5 برضو هبلغ الـ y equal 16 والx equal 5 في الاكويتون بتاعتك يبقى وان y equal 16 وx equal 5 الاكويتون بتاعتك اللي هي y equal b a plus kx هتتحول لإيه 16 equal a plus 5k دول two equations انا حاسس ان انا شفتهم قبل كده انت فعلا درستهم قبل كده في تانية اعدادي اللي هو كان اسم الدرس ايه اللي منكو فاكر اه برافو عليك solving two equations first degree in two variables طيب ايه الاسم الطويل ده الاسم الطويل ده هو بيعمل description للحالة اللي قدامك solving two equations ايوه عشان هما فعلا two equations طيب الـ degree بتاعت الـ equations دي كام first degree لان الـ X والـ Y او الـ variable اللي استاعتك maximum power بتاعها في one طيب كم variable اتنين variables لانت عندك X و Y طيب نفتكر مع بعض كده هنعتبر نفسنا ان احنا في تاني عدد دلوقتي وانا بقولك solve A plus 2K equal 7 و A plus 5K equal 60 add the two equations الـ strategy اللي كنت بستخدمها عشان احل the two equations دول مع بعض كنت بعمل ايه يا اما تعمل canceling للـ A's او تعمل canceling للـ K's يا الـ A تختفي vanished يا الـ K تختفي طيب كان الـ operations او ايه الـ skills او ايه التركز اللي ممكن اعملها في الـ two equations دول عشان اهيد او اكانسل واحدة من الـ variables لو كانوا الـ variables زي بعض بالضبط زي A و A كده just بتعمل subtraction اذا حصلوا عملت subtraction بتعمل subtraction للـ equation بالcomponent بتاعتها واحدة فيهم مينس التاني بص انا عملت ايه قلت subtract 1 from 2 يعني هعمل 2 subtraction 1 طيب لو عملت 2 subtraction 1 يعني همسك left hand side و left hand side في 2 equation و subtraction طيب 16 minus 7 equal 9 طيب و A minus A cancelled كده ما فيش A's 5K minus 2K ب3K قدرت انا دلوقتي eliminate A طيب ايه اللي موجود عندي 9 equal 3K by dividing both terms by 3 هتلاقي ان K بتاعتك equal 3 هل انا كده خلصت لأ لسه ما خلصتش لانا جد عشان تعمل full solution لل 2 equations دول لازم تجيب الvalues بتاعت K وبتاعت A طيب انت دلوقتي obtain 3 اللي K لسه A يبقى you have to plug K equal 3 في واحدة من 2 equations اللي قدامك دول عشان تجيب A طيب ما تيجو نعمل substitution في equation 1 يعني اي substitution في equation 1 يعني replace K equal 3 equation 1 هتلاقي equation 1 بقت 7 equal A plus 2 times 3 و3 دي ما كان K بقت 7 equal A plus 6 subtract 6 from both sides هتلاقي ان A بتاعت بقت equal 1 طيب اي اللي انا عملت دلوقتي اخدت السؤال اللي كان عندي السؤال اللي عملنا من شوية في ال variation normal two equations مع بع واعتبرت نفس افتاني اعدادي وحليت two equations simultaneous يعني في نفس التوقيت وطلعت ال values بتاعت A وال K نرجع بقى نحط A وال K في الاquation بتاعتنا هتلاقي relation بتاعتك بقت Y equal 1 plus 3 K طب هو اي اللي حصل دلوقتي انا replaced A 1 و replaced K 3 بقت relation اللي دا الحاجة اللي طالب ها في السؤال بس هو طلب حاجة تانية قالك find the value of X when Y equal 22 طب اجيب ال X ازاي انا دلوقتي عندي relation Y equal 1 plus 3 X replace Y 22 اللي اللي انت عملتها هيبقى في عندك replace Y equal 22 يبقى 22 equal 1 plus 3 X كده بقت equation عضية جدا هن subtract 1 من both terms هتلاقي 3 X equal 21 by dividing both terms by 3 هتلاقي ان X equal 7 السؤال مليان معلومات كتير استخدمنا فيه variation اللي هو الدرس بتاعنا واستخدمنا فيه حاجات من الصف الثاني الاعدادي اللي هو solve into equation first degree into variables جميل جدا ناخد example كمان بولك a car moves with a uniform velocity where the distance d varies directly with the time t انا متعود ان هو يقول لي y varies x ويقول لي find the relation or find the value او يديني مثلا مجموعة variables مع بعض بولك show that او prove that ان هما variables ايه الكلام اللي هو مكتوب ده life application يعني ايه life application يعني نشوف حاجات في حياتنا اليومية نحولها لحاجة من الحاجات اللي احنا بندرسها ويسألني عليها مجموعة اسئل طيب لو قلنا دلوقتي السؤال نبصله بقى نظرة تانية زي ما بقولوا بقولك car moves with uniform velocity where where the distance d varies directly with the time t طيب استخرج ايه من المعلومات اللي عندي في السؤال ده ان الحاجات اللي بيحصل لها variation دلوقتي مع بعض directly d will t تمام يبقى بدل y والx بقى duty will d stands for distance will t stands for time طيب انا الغيط دلوقتي لسه ما قدرتش يكون عندي information عشان نبدأ اشتغل على السؤال بقولك if the car covered a distance of 150 kilometer in 6 hour اه يبقى اكيد هي دي situation 1 اللي اخذناها في الاسئلة العادية يبقى والsix hours هي t1 اللي هي time الاولاني طيب find the distance covered by the car in 10 hours طيب انا الغيط دلوقتي عايز اعرف اشتغل بانه form هل y equal kx ولا y1 over y2 equal x1 over x2 نرجع الى اخر part من السؤال بيقولك find the value find the distance covered يعني عايز d2 يعني عايز value يعني مش عايز relation يبقى انا ما قداميش غير الفورم y1 over y2 equal x1 over x2 بس خلي بالك هو ما تكلمش عن x و y خالص وما يعرفش عنها اي حاجة هو بيكلم عن d وال t خلاص بدل y1 over y2 equal x1 over x2 نخليها d1 by d2 equal t1 by t2 طيب انا عايز اشتغل هعمل ايه هربلايس كل value بالvalues اللي موجودة عندي في السؤال ما كان ال d1 وال d2 وال t1 وال t2 طيب مين هو d1 و t1 situation 1 اللي هي 150 km for distance with 6 hours for time طيب فين d2 وال t2 ال d2 unknown دي المطلوبة سميها d طيب فين t2 أو time التاني 10 hours هتلاقيك كون عندك equation في اتنين في اتنين فراكشن بي يبقى d equal 10 times 150 over 6 which is equal 250 km يبقى يبقى دا معنا بيقول ايه السؤال اذا حصل وكان فيه عندي car ماشي بيون في velocity في situation 1 كانت ال distance اللي مشيتها كانت 150 km قطعت ال distance دي 6 hours يبقى through 10 hours هتمشي 250 km طيب تعالوا نشوف example كمان if the weight of a body on the moon is W is directly proportional with its weight on the ground R طيب الناس اخذت الحاجات دي في science ان الweight بتاعك على الأرض أو on earth بيختلف عنه لما تبقى on moon لأن gravitational force على الأرض مختلفة عن gravitational force عن المون طيب هو قال ايه هنعتبر ان الوزن بتاع حضرتك أو أي وزن موجود على الأرض هياخد symbol W وأي weight أو وزن على الأمر أو على المون هنعتبره R يبقى الweight بتاعك on earth هيختلف عن الweight بتاعك on moon طيب if the body weight awaits 84 kilometer 2 on the ground and the weight بتاعه on moon 14 kilograms what will the weight be on the moon if its weight on the ground is 144 طيب اسأل نفسي كده هو السؤال ده محتاج find the relation ولا find the value أكيد find the value لأنه هو بيقولك what is the weight يعني weight في الweight ده يعني value يبقى do not use y equal kx هنوز الفورم التاني اللي بتخليني أقدر ترجي بالvalues y1 over y2 equal x1 over x2 اسأل في مشكلة ما فيش y وما فيش x في w وفي r طيب الw stands for the weight of the body ايا كان on earth will r الw on moon واللو r on earth طيب يبقى أنا بدل y1 over y2 equal x1 over x2 خليها w1 w2 r1 r2 نبدأ بقى نعمل substitution ايه هو substitution situation 1 84 and 14 kg with situation 2 واحد فيهم unknown with 10 144 plug الvalues ده هي في relation بتاعتي اللي هي w1 w2 r1 r2 هتلاقي عندك 14 over w equal 84 over 144 by using cross multiplication property هتلاقي انه 14 times 144 over 84 by calculation يديني w equal 24 طلب relation ما طلبش relation انا كده خلصت السؤال perfect choose the correct answer if x and y are two variables تمام وبيديني معلومة بيقول ان x1 y2 over x2 y1 equal 1 then y variables then y variables and the multiple choices اللي عندي هل ممكن تكون y variables مع x هل ممكن تكون variables مع 1 over x هل ممكن تكون variables مع x squared هل ممكن تكون variables مع 1 over x squared أنا مش هقدر أحدد إلا الحد ما أوصل ان y equal constant ومعها حاجة الحاجة دي لو كانت x يعني y مثلا y equal kx تبقى varis مع الاكس طب لو قدرت أوصل ان y equal kx squared يبقى ال y varis مع x squared طب ما تيجوا مع بعض كده نشوف الكلام ده يشتغل فيه ازاي عالبورد يلا بيناه يلا بيناه ده الاجزامبل اللي قلناه من شوي x وال y اتنين variables ومديني معلومة بيقول ان x squared y squared over x squared sorry x1 y1 y2 over x2 y1 equal 1 المطلوب ال y varis مع مين طيب تعالوا كده ناخد الفاليولز اللي هو مدهالي x1 y2 over x2 y1 equal 1 يعني ايه equal 1 يعني ال numerator divide the denominator equal 1 طيب لما يكون ال numerator وال denominator ال result بتاعهم equal 1 ده معناه ان ال numerator وال denominator equal اتنين ذات ايه ان x1 y2 equal x2 y1 طيب انا لغاية دلوقتي ما استفدتش حاجة انا عندي x1 y2 equal x2 y1 طيب انا عايز اوصل لايه اوصل لفورم من الفورمز بتاعت ال direct variation طيب اخذنا في ال proportion لما يكون في عندي values زي كده وحابب تعمل changing في الفورم بتاعته ممكن نقول ايه ممكن اقول ان x1 over x2 equal y1 over y2 تعالوا نكتبه ادي x1 over x2 ايه ده انا وصلت لفورم او واحدة من الفورمز بتاعت ال direct variation x1 over x2 equal y1 over y2 طيب ده معنى ايه معنى ان y معنى ان y equal kx دي الفورم التانية بتاعت دي طيب يعني ايه y equal kx معنى ان y y equal x يعني ممكن اقول ان هي y varies x طيب نبصة عالسؤال وبيقول لك y varies مع مين طيب هل x one over x x squared one over x squared اكيد varies مع x نرجع نكمل شغلنا يلا بينا ده ال example اللي احنا عملنا على البورد قلنا طالما عندنى numerator over denominator equal one يبقى كين ال numerator equal denominator يبقى x1 over x2 equal y1 over y2 ده معنى ان y varies مع x يبقى solution بتاعه is x طيب ناخد example كمان بيقول if y varies x y equal 5 when x equal 3 then the constant of proportional equals to طيب يعني ايه ال constant of proportional يعني قصده k اللي احنا دايما بنكتبها k على فكرة هي مشارك تكون k ممكن تكون اي value تاني او اي حرف تاني طيب اجيب الكيس زاي هتعامل مع السؤال كأنه بيقول لك find the relation between y and x طيب اولا في الحالات اللي زي كده بعمل ايه بقول ان y varies x ده معنى ان y equal kx طيب انا محتاج اجيب الكي اللي هو constant of proportion او ال constant بتاعه the variation طيب اجيبه منين هو ايه اللي ان y equal 5 وان x equal 3 طيب ما تيجي نعمل substitution replace the x by 3 وreplace the y by 5 هنلاقي ان 5 equal 3 k طيب لو عملت dividing both terms by 3 يطلع الكي يطلع الكي equal 5 over 3 طيب جميل جد يبقى ال constant بتاعة ال variation او constant بتاعة ال proportional بتاعتي 5 over 3 هل 5 over 3 موجودة؟ ايوة موجودة اللي هي option d او الاجابة بتاعتك هتبقى دي في حتة هنا في منطقها الخطورة في ناس كتير او بتطلع اخبط فيها اللي هي ايه هنفترق ان في حد بدل ما يكتب y varies x كتب x varies y وعمل substitution زي ما احنا عملنا بالزبط وحسب الكي الكي بعد ما هتتحسب هتلاقيها ال reciprocal بتاعة الكي اللي احنا حسبناها دلوقتي reciprocal يعني ايه يعني switched over يعني مقلوبة يعني بدل 5 over 3 هتبقى 3 over 5 طيب وهل 3 over 5 دي تعتبر constant بتاع variation؟ اه مظبوط فعلا هي constant للvariation بس لو انت كتبت relation بتاعتك x equal ky طب دي تبقى صحة ولا غالب؟ هتبقى صحة يبقى in case ان انت اشتغلت في السؤال وطلعت ال constant بتاع ال variation 5 over 3 وملقتش 5 over 3 لقيت 3 over 5 برضو هتبقى صحة طب هل ممكن في السؤال يكون ملط بالchoice ويدي لك 5 over 3 و3 over 5 هما الاثنين؟ لا مش ممكن لانه استحالة يكون في سؤال multiple choice يدي لك 2 solutions اللي جابة تبقى واحدة بس يبقى in case ان انت اشتغلت في ال variable او في ال variation والت y equal kx وطلعت الكي بتاعتك 5 over 3 واحد تاني اشتغل في ال variation وبدل ما يكتب y equal kx كتب x equal ky الكي بتاعته هتطلع reciprocal للكي بتاعته والاثنين صح طيب نشوف example كمان if y equal 3x minus 6 then y varies مع مين y varies مع مين مع x مع 3x مع x minus 2 و3x plus 6 طيب ما تيجوا نشوف السؤال ده كده مع بعض نحله كده ونشوف لو فيه tricks او فيه لخبطة او فيه حاجة ممكن نزبطة مع بعض يلا بينا يلا بينا السؤال ده بيقول لي y equal 3x minus 6 طيب هو عاوز يعرف ال y varies مع مين بالزبط طيب انا بني ادم عادي جدا وبدأت في السؤال قال لي y equal يبقى انا لازم افوق اتشينج الفورم بتاعت y equal دي لي y varies طيب عشان ده يحصل لازم اقول ان y equal constant وبعدين حاجة طيب تعالوا كده مع بعض y equal 3x minus 6 طيب ما انا ممكن اقول ان y equal 1 3x minus 6 انا حولت الفورم بتاعتي دي لي y equal constant 3x minus 6 طيب ما كده اقدر اقول ان y varies directly as 3x minus 6 ده حل حقيقي مظبوط 100% y equal constant 3x minus 6 اوصل لشكل زي التاني زي اللي هناك ده نعمل ايه ايه رأيكم مع بعض كده ناخد 3 common يبقى عندي 3x divide 3 equal x و negative 6 divide 3 equal negative 2 انا قدرت اوصل ان y equal k x minus 2 يعني y equal constant x minus 2 يبقى اكيد y varies as x minus 2 وهو ده الملتبل choice اللي موجود عندنا y varies مع x minus 2 سؤال سهل ممكن يكون ليه اجابات كتير حطينا الاثنين options او الاثنين احتمالين اللي موجودين فيهم للسؤال ده موضوعه سهل جدا يلا بينا نرجع نكمل شغلنا يلا بينا بعد ما شفنا الاجزامبل دلوقتي اللي عملنا على الجلاس على الجلاس بورد عايزين نشوف اجزامبل كده يعني هو يعتبر حاجة practical شوي يقول لك if the total cost of a trip is y some of it is constant a and the other is directly proportional with number of participants then the y هتبقى equal a طب هو ايه ايه معنى الكلام ده حنفتر ان في واحد بيعمل trip والمفروض التريب دي بيبقى فيها فلوس بتندفع بيقول ان ال y بتاعتها او ال values دي هي عبارة عن y او ال coast بتاعتها y ال y بتتكون من two parts ال part الاولاني constant اسمه a ال part التاني various directly مع number of participants طيب اسهلك الموضوع شوي لما نيجي نطلع رحلة فيه حاجات بتبقى كونستر زي مثلا الفلوس اللي بتدفع في الباس الباس بيطلع مثلا بألف دولر خلاص لو الباس طلع جواه بني ادم واحد او جواه مية بيفضل ألف دولر ايه اللي بيختلف بقى for example مثلا عاملين lunch عاملين barbecue كل بني ادم زيادة بيزود الكوست بتاعت الرحلة طيب يعني معنى كده ان ال y بتاعتي equal حاجة constant plus حاجة كمان various directly مع عدد الparticip يبقى اكيد الاجابة بتاعتي y equal a اللي هي ال constant plus mx طيب ندور عليها كده y equal ax دي ما تنفعش a over x ما تنفعش a plus m over x ما تنفعش اكيد يبقى y equal a plus mx كده احنا عملنا direct variation شفنا الاسئلة بتاعته عاملة ازاي force بتاعته مختلفة عاملة ازاي ازاي بتعامل مع بعض الاسئلة اللي بتعتمد على مجموعة معلومات المفروض ان هي درسناها في الفترات الابلي كده تاني اعدادي اولا اعدادي I hope ان انتوا تكونوا فهمتوا كويس study hard thank you bye dei Ai نحن ترجمة نانسي قنقر شكرا